معقول ثلاث ساعات يقضيها ترامب في العراق تستفزكم تستفز السياسيين تستفز يعني دبلوماسيين والأعراف قيل أنها انتهكت وسيادة العراق بأكملها انتهكت ولم يبقى له السيادة ماذا تفعل القواعد الأمريكية ماذا تفعل الميليشيات الإيرانية ماذا تفعل من يحكمون العراق اليوم هذا كله لم يستفز السياسيين ولم يستفزكم أحيانا يعني تكون هناك استفزازات أو جعجعة أكثر من اللازم مبالغ فيها يعني أنا لم أجد أحد اعترض على الاحتلال في عام 2003 كما يعترض على زيارة الرئيس الأمريكي الموضوع يعني لا بد أن تكون مثل هذه الجعجعة الإعلامية لأن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بهذه الزيارة خصوصا أنت عندما تتكلم عن السيادة وتبالغ في موضوع السيادة جاءت مثل هذه فلابد من هذه الاستفزازات وإلى آخر إترام لا يحترم أحد وهم يعلمون ذلك وبالعقس هم حريصين على رضا إترام هذا الأمر واضح جدا لا نتكلم اليوم على أنه هذه انتهكت السيادة والقواعد الأمريكي ومنذ 2003 هناك كان احتلالا أمريكي وما زال هذا الاحتلال كل هذا لا ينتك السيادة والزيارة انتهكت السيادة هذا أمر نعم مبالغ فيه تمام أنا أتفق معك في هذا لكن أدما أنت تبالغ في موضوع السيادة فلابد أن يكون هناك رد فعل على مثل هذه الزيارات لكن أنا كما قلت لك أنه ترام لا يحترم لو كان أي حليف غير ترام للحكومات الموجودة أو الحكومة العرقية كان على الأقل يحترمها لكي تحفظ ماء وجهها أمام شعبها لأنه على الأقل هؤلاء حلفاء وهؤلاء لديك قواعد عندهم يفترض أن تحترمهم من خلال وسائل الإعلام خلال السياقات الدبلوماسية والأعراف السياسية تحترم هؤلاء لكي لا تكون ردة فعل شعبية على هؤلاء الناس فلهذا يترام مختلف عن غيره ولكن ربما بهذا التصرف في هذا الانتهاك للأعراف الدبلوماسية يعني أرسل رسائل لخصمه في العراق أقصد به إيران من هو خصمه في العراق؟ إيران يا سيدي أنا ما زلت أقول لا توجد خصومة بين إيران وأمريكا في العراق لا توجد خصومة لهذا سبب ولكن اليوم هم متنازعون على سيادة العراق على حكم العراق على حكومة العراق هم متنازعون على أرض لا هي أمريكية ولا هي إيرانية على ماذا؟ هناك تحالف وهذا البلد ما سلم بهذه الطريقة لو لهذا التحالف لا عليك بما يقال من هناك مقاومة وهناك ممانعة وهناك هذه الزوبعة هي للاستهلاك المحلي لأن هناك للأسف جهل كثير تتلقى مثل هذه وهي أبر مهدئات لهؤلاء الناس ليس إلا هناك تحالف ستراتيجي ما بين إيران وولايات المتحدة على العراق أما على سوريا يمكن هناك خلاف تكتيكي أما في العراق لا يوجد أي خلاف متفق عليه ترجمة نانسي قنقر